وحاسبونا على ذلك ألا كرينها فرصة صحة حبيت كثير اللي قالوا مبارح الرئيس سعد الحرير لأنه أنا صلي عم بقوله ست شهر حاسبوا هذه الطبقة السياسية عم يقولوا عطونا فرصة هلأ حاسبوهم الفرصة موجودة للجميع هم سيعود يعني كثير منهم هذا القانون مفصل على قياس من فصله ولكن يجب أن يشعر المسؤول أن هناك شعب يحاسب كيف يحاسب الشعب بأن يقول أنا أنطفد وأنا أستطيع أن أصوت ضدك من دون خوف هذا هو المطلوب خوف من ماذا؟ لحظة أن لا نذهب إلى سندق الاقتراع أو أن نصوت بورقة بيضاء هذا يعني أنهم سيعدون كما هم نيب بالنائس نيب بالزيد النتيجة نفسها بالنسبة إليك وإليك بل ولكن أن يتم اختراق لوائح السلطة ببعض الأسماء سيقرؤون ذلك بأن هناك شعب الآن لديه عقل ولديه تفكير وأصبح ينطفد ويقول لا رغم كل الشحن المذهبي بتقول لي يخافون من ماذا؟ تغزية الخوف هو خبز يومي لدى السياسيين استمع إلى الخطاب السياسي الخطاب السياسي يقوم على الطائفة والمذهب وأهمية أن نكون وحدة كطائفة وليس كشعب انتبه هذا هو الخطاب الملكش في الشعب